السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أصدقائي مدزينر اليوم أصدقائي معنا هذا هو عبارة على حاسوب صغير مايكرو تاور أصدقائي به مشكل سوف أريكم نضع أصدقائي بلاك هو يعمل على الشاحن على 19 فولت نضع الشاحن أصدقائي انتبه جيدا سوف أضغط على زر الباور يعمل للحظة ومن ثم يفصل وضع أصدقائي نضغط مرة أخرى لا يوجد أي شيء وضع هذه أصدقائي يعمل للحظة ويفصل هناك احتمالين هي الاحتمال الأول هناك مشكل في الشارجر هناك مشكل في الموتربورد واضح لكن لو تعلمون جيدا بأن الشارجرات تأتي مع اللابتوب هناك حماية لا يوجد حماية ما هي الحماية إذا هناك صحب كبير للأمبير واضح أو هناك شارط سوف يفصل واضح سوف نكتشف هذا سوف أصدقائي نأتي بالشاحن والآن ننتبه ونقيس بلاك الشاحن وضع كم الفولت هناك 2 فولت بطبع الحال 2 فولت لأن الشاحن لا يزال فيه فولتية واضح واضح نضعه مرة أخرى ونضغط لا يوجد أي شيء ننزع قد نزعنا الآن من الكهرباء نرجعه في الكهرباء تلك الحماية الآن الغيناها بنزع الكهرباء ورجعه الآن سوف نضغط ويفصل حسن ذلك ننزع سوف أأتي بال نضعها نضعها 20 فولت موضوع 20 فولت في وضع نضعها هكذا أول ما وضعناها هناك سحب 70 ملي أمبير وضع سحب حوالي 70 ملي أمبير في وضع نضعها نضغط على الزر وغلقنا على الزر وغلقنا على الزر ووه هناك سحب 1.5 أمبير 31 وات وغلقنا على الزر في الشاجر وغلقنا على الزر 19 فولت فلا تلاحظون لا أعلم انكم تست hyvin رؤية فلا تلاحظون 9 فولت 4.74 أمبير 90 وات وضع الآن أن أستهلك 31 وات على 3 جد أستهلك 30 وضع مواضح المشكل من المشارجر هل نفتح المشارجر أصدقائي و نتثبت وجد أنا هنا حسن ننزع أوسطوئ هو هكذا أفضل أطفع نها موضح أطفع نها موضح 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 قمنا بفتح المشارجر سوف نقوم ب نزع العزل نحضر أصدقائي لأنه هناك أن يكون مشحون هناك هناك توصيلة هناك درجةlett موضح 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 واضح ننزع نها ننزع العازل نحضر أصدقائي سوف سوف أقوم بتفريغة مكثف الرئيسي واضح الآن سوف نعمل في أمان ماذا يوجد؟ ماذا لدينا أصدقائي؟ حسن واضح واضح أصدقائي بالنسبة لهذا الشارجر يعمل أصدقائي هناك وهذا ال لماذا؟ لو تلاحظون هذا أصدقائي الترانسفرمتر وهذا الخرج واضح المصفت وهذا ديود الخرج ماذا لدينا أصدقائي وهناك ديودات يعني بأنه يوجد فيه كوريكشن باور فاكتوري كوريكشن باور فاكتوري لترفع من قيمة الفولت يعني في هذا المكثف لن تجد 300 أصدقائي و 11 أصدقائي أو ستجد في حوالي 390 أصدقائي إلى 400 فولت واضح كما تلاحظون قيمة المكثف في 450 أصدقائي هل يتوراء الكوريكشن باور فاكتوري لتعمل في هذا الشارجر لذلك أنا عندما أسحب أضعه وأشغل الحاسوب سوف يسحب أمبير كما لاحظتم في ضغطة الزر يصعد إلى الواحد واحد أصدقائي يعني أمبير إلى الواحد ونصف سوف نوصله بالكهرباء نوصلنا أصدقائي بالكهرباء و والورق ننزع هكذا نوصله هكذا الآن نضع أصدقائي الكهرباء بسم الله نقيس صديقائي المكثف نقص مكثف الرئيسي نضع الفولت دي سي نرى الفولتية كم هي؟ 358 فولت منخفضة أصدقائي منخفضة منخفضة يجب أن تكون في حوالي 390 إلى 400 واضح أصدقائي واضح أصدقائي حسن ننزل كهرباء نقوم بتفريغ بتفريغ أصدقائي المكثف الرئيسي نقوم بتفريغه الآن ننزل من الممكن أن يكون مكثف أصدقائي المكثف هو السبب المكثف ها ها نضع على الديوعد المكثف 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 افضل افضل ديوت سليمة نذهب أصدقائي صفة وحاول هناك أيضا بعض المشاكل في هذه أصدقائي المحاولات هي إن سقط في بعض الأحيان يكون هناك مشاكل يجب أن كما تلاحظون بأنه هو مضغوط كل شيء مضغوط فيه وهذا الذي يضعونه يمنعك من حتى القياس ورؤية ماذا يوجد سوف أصدقائي أنزع لا لا أنا أضيع الوقت سوف أنزع المكثف الرئيسي وهذا أكتاب المكثف الرئيسي هو هذا وهذا حسن هو هذا وهذا أصدقائي نضع على المكثف ونقيس نقيس المكثف الرئيسي كم قيمة كم ها كده ها كده ها كده ها كده و ها كده كم سفر 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 خمسة لا يوجد قياسه يعني بأنه هناك مشكل في المكثف الرئيسي واضح واضح وعبارة يجب أن يكون 82 ميكرو فرات سوف أجلب مكثف جديد نغيره ومن ثم نفحص الفورت على أكثر واضح موسيقى بلج عادة موسيقى 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 بلج أحبن موسيقى المح sandy موسيقى ترجمة ود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصدقائي الباور فاكتوري لا تعمل الباور فاكتوري يعني لن تعمل إلا إذا قمت بالصحب من موقع نقيس الخرج خرج هناك 19 فولت حاصل اصدقائي دي نتأكد دي نتأكد نضعه هكذا نأتي اصدقائي سوف نفعل شيء آخر سوف أنزع الطيار هقوم بتفريغ شحنة المكثف الرئيسي وضح وقوم يعني بالقياس مباشرة وضح اصدقائي بالقياس مباشرة على أقطاب المكثف يعني اصدقائي نتعلم نحن نتعلم مع بعض هسف سوف نضع المشكل بأنه هذا المكثف السنينه يعني أصغر هذا 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 سوف نضعه على المشكل بأنه أستطيع الدخول سوف أقوم بهكذا والدخول هكذا أفضل هذا هذا وهذا الماينس أستطيع الدخول هكذا أستطيع واضح أصدقائي دخلنا الآن بالـ والـ والـ كيف تحيظون هناك 7 فولت يعني المكثف مازال مشحون سوف نضع على الكهرباء بسم الله هناك واضح أصدقائي واضح واضح رأيتم من أول كم الفولتية أصدقائي في حوالي 400 ومن ثم بدأت الإنخفاض والاستقرار واضح يعني بأن الـ Power Factory لا تعمل من الأول فقط ومن ثم تنزل الآن إلى 329 يعني Power Factory لا تعمل واضح لكن لماذا هذا عند القياس وجدت 450 وهو به مشكل من الممكن بأنه إذا هناك مشكل حاول الترانسفورمتور أن يرفع الجهة واضح حسن الآن هكذا جميل هناك 329 وكما لاحظتم هناك ارتفاع في الفولت سوف أنزع الزقام مرة أخرى سوف أقوم بالتوسيل هكذا ونرى واضح 400 فولت ويبدأ في الانخفاظ إلى أن يصل إلى 320 واضح الآن سوف نوصل لأصدقائي الحاسوب نوصل الحاسوب بسم الله الآن سوف نقوم بالضغط أصدقائي ونراقب الفولت مع بعضنا واضح بسم الله الحاسوب الآن يعمل الحاسوب الآن يعمل الحاسوب الآن يعمل لكن الغريب مزال 220 فولت يعني الباور فكتوري لا تعمل نصدقائي واضح من الممكن الباور فكتوري سوف تعمل لو طلبنا أكثر فولت واضح لو نطلب أكثر فولت يعني أكثر أمبير أكثر أمبير سوف أصدقائي سوف تعمل لأعلم كيف سوف أطلب أكثر أمبير لو نضع كورس صلب يعني لنا صدقائي قد تم تصليح الجهاز الجهاز كان المشكل من هذا المكثف لكن أنا مدام يوجد هناك كوريكشن باور فكتوري وريد أن أعلم لماذا في الأول هناك 400 فولت ومن ثم ترجع إلى 322 واضح لماذا الباور فكتوري يعني لا تبقى تعمل عند السحب الفوتر الآن أنا أسحب 1.5 أمبير واضح هل يعني الباور فكتوري سوف تعمل إذا تجاوز تلك 1.5 1.5 وهناك سؤال ثاني هذا المكثف عندما كان به مشكل يعني 0.5 لا يعمل هذا المكثف كان هناك 350 فوتر مستقرة حسنا واضح وانا قلت بأن مخفظة وريد أن أستهلك أكثر أمبير حسنا لم يأتني بقرص الصلب ناكد سوف أضع قرص صلب من عندي سأقوم بوضع قرص صلب حتى يطلب أكثر لكن قرص صلب لا يستهل كثير مزيق لأعلى ممكن لدي قرص صلب أصلا ملي أبحث على قرص صلب 언니 شكرا حسنا اصدقائي نضع هذا القرص السلب نغلق الحاسوب نضع هذا القرص السلب نتمنى ان يطلب استهلاك نشغل الحاسوب كالعاد لا يوجد طلب يعني انا اريد ان يرتفع الفولت الى 400 فولت لا توجد اصدقائي حسب يانو القرص السلب لا يسهل كثيرا ماذا اصدقائي لو نعمل شارت هنا نعمل شارت ونرى هل سوف يرتفع الفولت ام لا اه واضح اصدقائي رأيتم الفولت الان ارتفع الى 400 فولت رأيتم وهو بدأ في الانخفاظ واضح هناك 400 فولت رأيتم يعني عند توصيل البلاغ المرة الاولى سوف تعمل ومن ثم سوف تبقى في وضعية المرة الاولى متى يتم تفعيلها يتم تفعيل اذا سحبنا امبير هو هذا يخرج 4 امبير فاصل لو استهلكنا اكثر انا اظن بانه مدام هذا يسهلك 1 ونصف امبير والكوريكشن باور فاكتوري تعمل يعني بنا سوف تعمل من الممكن في الاثنين امبير في الاثنين امبير فما فوق عندها اوب سوف تعمل وتعمل وتبدأ اصدقائي يعني بتغذية الجهاز المراد تغذيته واضح سمارت اصدقائي هذه سمارت كوريكشن باور فاكتوري واضح كما راحظتم في 328 فولت الان سوف اصحب امبير اكثر اوب واضح اصدقائي في تلك السحبة انظروا كوريكشن باور فاكتوري كيف تبدأ ديركتلي في العمل ورفع الجهاز حتى يستطيع هذا مجارات الامبير المطلوب واضح شيء ممتاز الان اصدقائي اليوم اظن باننا تعلمنا الشيء اتمنى ان يكون يعني مفيد لبعض الناس لان هناك الكثيرين يعني مخضرمين لا يحتاجون الى معلومات انا امزح اصدقائي عفو انا امزح فقط اشكر جميع الاصدقائي على دعمكم بتفتح الاصدقائي المخلصين القناة كالعاد في اخر الفيديو اتمنى منكم نشر نشر اصدقائي فيديواتي او نشر او نشر اه لا اه يعني اه كيف سقول نشر لي او رابط قناتي حتى يعم الخير اتفاها تنتشر مثل النار في الهشيم قنوات اتفاها تجد عليها المليون والمليون ونصف قنوات تقدم محتوى تعليمي ومحتوى لا اعلم لا اعلم واضح تجد عليها مثل قناتي ثمانية الاف وهناك قناة عشت الاف وثلاثون الف ومائة الف ومائة الف ومائة الف ومائة الف وقنوات تافه فيها مليون ونصف واثنين مليون مرحوظة اصدقائي انا اه هناك هناك ايضا اه المتسبب في بانه القنوات هذه قنواتنا التعليمية وبالاخص القنوات التقنية بالاخص هناك قنوات تعليمية مثل مثل الطبخ سوف يكون فعل كثير من البيوز وكثير من المشتركين واضح لكن بالاخص القنوات التقنية انا الوم اصحاب القنوات واضح لانهم اصدقائي لا يدعمون بعضهم واضح انت افتح اي قناة تقنية ذات محتوى تقنية اجنبية انزل الى اسفل الصفحة واضح وستجد بانه يعرض او يروج الى قنوات اخرى بالمجان اصدقائي واضح يروج الى قنوات اخرى من نفس المجال لكن انا لو اقوم بالاتصال باحد القنوات التقنية التي بها يعني نسبة مشتركين جيد مائة الف او مائة اول الف او خمسمائة الف وتطلب منه الدعم بان يضع رابط قناتك اسفل قناته سوف يرفض قطعا سوف يرفض لماذا لاننا عرب واضح اذرون يا اصدقائي في الكلمة لاننا عرب وانا اكرر شكري الى اخي ابو دنيا سوف تجدون رابط قناته عند الدخول الى قناته سوف تجدون رابط قناته واضح هذا اصدقائي هو التبادل يعني ما المشكل ما المشكل ان تضع رابط قناتي مع قناتك ما المشكل هل ستنقص عدد الفيوز او سوف تنقص نسبة ارباحك لا بالعكس انا الثامنة الاف التي لدي والمتابعين الذين لدي سوف تصبح معروف وانا غير معروف عند الذين يتابعونك سوف تصبح معروف انت تقدم واحدة وانا نقدم واحدة وذلك تقدم واحدة وكلنا يعني زملاء في هذا الميدان لماذا لا ننشر وندعم بعضنا حتى نصعد مع بعضنا اصدقائي هذا الذي مائة الف وهذا الذي ثمانية الف وهذا عشرة الف وهذا ثلاثون الف وهذا ستمائة الف ندعم بعضنا حتى ينتشر مع بعضنا واضح اصدقائي لكن نحن لن نتوحد نحن في اليوتيوب لم نتوحد حتى تريدون ان تتوحد اظهرني اصدقائي لا اريد الدخول اكثر واتعمق معكم ودخول في امور اخرى مثل السياسة وكذا لانني لو تكلمت لن اصمت واضح لان هناك كثيرين لا يعلمون الجانب الثاني يعني من شخصيتي اشكركم الحص المتابعة والليقاء في حلقة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة